من كم يوم كانوا بيتكلموا في الإذاعة على أنه الست لو تضربت مرة لازم تمشي ففيه واحد تاني كان رأي يقولك لا مش من أول مرة تتضرب فيها يعني يعني لازم مرتين تلاتة وبعدين في المرة التالتة ممكن تاخد قرارنا تمشي ضرب المرأة لا مش مقبول ومش مسموح فيه أبدا وأنا انتبه أنا بحب المرأة اللي عندها أنوسة بس ما بحب المرأة الضعيفة في فرق كبير المرأة قوية بأنوسة بتقدر لازم تقدر تاخد حقها لازم يكون عندها حقوق بالحياة عندها وجود عندها مناصب عالية بس طبعا بشخصية مرأة وبأنوسة بس أكيد المرأة الضعيفة أنا ما بحبها الضربة الأولى هي الأخيرة ويعني ياريت في حملات بتنحكي عن هالموضوع أنه في فرق كتير بين المرأة الضعيفة والمرأة الفامنين يعني اللي عندها أنوسة بس قادرة أنوستي ليست ضعفا الأنوسة ليست ضعفا بالعكس الأنوسة بتأول مرأة أكتر وبتخليها إلى وجود بالمجتمع أكتر خاصة إذا عندها أنوسة وبذلك كانت مثقفة ومتعلمة وقوية ومتكلمة بالعكس يعني لو جات لك واحدة صاحبتك وقعت لك أن الجوزي ضربني هتقول لها إيه؟ شعور ضغري يعني بحس بالإشمق زيز يعني أنه كيف قبلتك وشو عملتك كيف قبلتك فرديتك لا يعني مش لازم تكون موجودة ما بنحكي فيها أساسا الرجل يلي بيمد إيده على مرأة رجل ضعيف بالنسبة لأيلي ومعنده سئب حاله لأنه شو يعني عم بتعمل قوي على عم تستقوى على مرأة ما معروفة أنه أنت فيزيكلي أقوى منه مش دايماً مش دايماً مش دايماً مش دايماً تسعين بالمئة من الأوقات